عندما تقول أنت فكرة سخيفة يقهر الإنسان على تبنيها أو امتابعتها أو كذا أو التفكير فيها لو قال لك قال من اللي يقهرها؟ وهذا هو إحنا هذه نقطة مهمة إذا كلا خير نقطة مهمة جدا لابد أن تكون الفكرة نابعة مني وأنا أدري أنها نابعة مني عشان أفرقها عن مرض الفصام الفكرة هذه تأتي من الخارج يعني نتيجة مثلا أنه يسمع صوت أو عنده أوهام معينة فممكن يصير فيه عنده سلوك يبدو كأنه وسواس قهري ولكن لا هذا مو وسواس قهري يقولك تقول ليش قاعد تسوي الشيء هذا؟ ليش أنت تشعر أنك أنت تحت دافع لازم تسوي الشيء هذا؟ يقولك لني أنا أسمع صوت مثلا في الفصام فني عند الوسواس القهري لا لا يدري أنها فكرتها